سائل يقول فضيلة الشيخ محمد حفظه الله أو اللزق أو العلك أو العجين فإن وضوءه لم نصح وإذا لم نصح الوضوء لم تصح فإذا قال قائل ما هو الدليل هذا أن الوضوء لا يصح قلنا الدليل وقول الله تعالى فغسلوا وجوهه وإذا كان على الوجه ما يمنع عسول الماء فهل قال أنه غسل وجهه أجب رجل لا لأن ما تحت اللزق لم يصبه الماء وكذلك أيضا لو كان على اليد ولهذا ينبغي للذين يستعملون الطلية بالبوية أن يجعلوا على أيديهم شيئا من القفازين حتى يمنع دخول البوية إلى الكف بقي أن يقال كلمة اللزق إذا كان اللزق لحاجة كما لو كان في يد الإنسان جرح ووضع عليه لزقه فهذا لا بأس ويمسح عليه ويكفيه عن غسله لا 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 لا